كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنى في جبالي أن ما يحدث في لبنان يعد انتهاكا صارخا لدولة ذات سيادة وأنه يعد عدوانا لا رحمة فيه بالمدنيين وثمن مجلس النواب قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة لشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق ترجمة نانسي قنقر